ما بين الرؤية والإنجاز وهو ده شعار المؤتمر كان فيه تسع سنوات أكيد حدث التغيرات على هذا الملف ملف التموين ما الذي حدث في السنوات التسع بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم اسمحوا لي سيادة الرئيس قبل أن نبدأ أن أعبر عما يجيش في خاطري عن هذا المؤتمر حكاية وطن وما نحضره فيه بالأمس واليوم وأنتهز هذه الفرصة ونحن في أول أكتوبر أن أتقدم لسياداتكم وللقوات المسلحة والشعب المصري بالتهنئة بأعيد العبور العبور من الهزيمة إلى النصر العبور والكرامة للمصري ونحن في اليوم الثاني من هذا المؤتمر التاريخي الذي لم يسبقه مؤتمر مثل ذلك بهذه الصراحة وبهذا الوضوح من قبل على الأقل في حياتي لم أرى أريد أن أعبر أن حكاية وطن ما بين 2014 لـ 2023 ما هي إلا عبور آخر عبور ما بين سياسة ترك المشاكل والأمر الواقع لأن يحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع بواقعية شديدة العبور ما بين سياسة الإحتواء وعلاج الأعراض إلى سياسة المواجهة الحقيقية العبور ما بين اليأس إلى بناء الأمل الحقيقي في بناء بلد جميعاً نتكلم أن نحن نستاهل أحسن ما نحن موجودين هذا الكلام لم يكن تعبير تلقائي مني ولكن ما شهدناه بالأمس من صور تمثل واقع مصر في 2014 وما حدث بها ثم ما نحن عليه الآن هذا وكل ما شهدناه إنما يترجم على هذا العبور العظيم التاريخي الذي نحن نشاهده ونكون جزء منه وهذا شرف لنا جميعاً هدي مثال واحد من الأمثلة التي قالت دولة رئيس الوزراء وهو بيبص على المرور والمحاور وكان المظهر والمنظر شاهد وباعتراف الجايكة في دراسات سابقة والبنك الدولي في دراسات لاحقة أن مصر كانت ستتحول أو القاهرة الكبرى خاصة إلى جراج كبير لا يمكن التحرك فيه ثم ما قاله وزير اللقل إن الخسارة الناتجة من عدم كفاءة الطرق كانت تمثل أكثر من 8 مليار دولار وبالتالي وهدي مثال برضو معالي وزير الزراعة وما شهدناه من زيادة الرقعة الزراعية أحب أقول بس معلومة لو لا هذه الزيادة ما كنا استطعنا أن نحصل على القمح في هذا العام لأربعة مليون طن وهناك مثلهم في المجتمع مع الناس لسبب واقعي حقيقي إن تم زراعة العام الماضي 650 ألف فدان بنجر والبنجر بيحل محل الأمح هو نفس الموسم ونفس الأرض ونفس الحال ينزرع بنجر ينزرع أمح فإن لم يكن هذا الاستصلاح إلا أنا خدت منه السنة اللي فاتت 650 ألف طن أمح ما كنا نستطيع أن نحصل على هذه الكمية أو على الأقل بقاء الكمية المنزرعة من القمح 3.2 مليون فدان كانت هتقل طبعا السكر مهم جدا والحمد لله أننا مجح زراعة البنجر ولكن إن لم يكن هذا الاستصلاح تم كان سيؤثر تأثيرا مباشرا على مفهوم الأمن الغذائي والاستقرار في هذا البنجر هقول بس جملة تانية في هذا المقام أريد أن أسأل نفسي وكل منا يسأل نفسه وكل مواطن يسأل نفسه إن لم نقم بتنفيذ كل هذه المشروعات في الفترة من 2014 لـ 2023 كل واحد يتخيل مصر كانت هتبقى عاملة إزاي ويحافظ على الإجابة لنفسه إذا رضي عنها خير كبير وإن لم يرضى عنها فيجب أن نستمر في التنمية والبناء حتى يكون هذا البلد بلدا يستحق أن نقول عليه أم الدنيا بحق وحقيقة عودة أعتذر عن هذا الموضوع ولكن أحب أن أعبر عن شعوري ورأيي في ما يحدث أمامنا الآن عودة إلى الأمن الغذائي وأصبح الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النمية أو الدول الأقل نموا لأنه أصبح يمثل جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد وخاصة والجميع تكلم عن ما حدث في السنوات الثلاثة الأخيرة وهو جائحة كورونا وشفنا إيقاف تان لبعض العمليات الإنتاجية وكنسينا عادنا إن كان ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع ما فيش طيارة بتطير فوق العالم أجمع وكانت المواني مغلقة وكانت خطوط الملاحة مغلقة وبالتالي أثر تأثيرا سلبيا على كمية الإنتاج ومن ثم المعروض من كافة السلة ثم بعد ذلك جاء ما بعد جائحة كورونا والعجلة الاقتصادية العالمية ابتدت تتحرك وبالتالي ذات الطلب على المحروقات ووصل البترول لأرقام لم يكن لها سابقة حتى في 2008 إلى 2010 عندما وصل إلى 100 دولار كانت حاجة مستغربة في العالم ووصل إلى 140 و142 دولار في هذا الوقت ولم يستطع العالم أن يستوعب هذه الزيادات وهذه الموجات التضخمية الغير مسبوقة فحدثت الحرب الروسية الأوكرانية التي ذاتت الطينة بلة ومن ثم أثرت على كافة خطوط الملاحة وكافة المعروضة فزادت الأسعار أكثر وأكثر مع ذلك كل فخامة الرئيس سيادتك كنت واجهتني قبل حدوث الكورونا أن نحاول أن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي لست شهور واعتمدت سيادتك واحد وثمانية من عشر مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية وكنت أنا مستغرب نحن نشتغل على شهرين وثلاثة والدنيا يدوب ماشية إنما كان هناك رؤية حقيقية لاحتمالات أكثر تعقيدا فالتالي لما حصل الحرب الروسية الأوكرانية وده كان في فبراير ارتفعت أسعار الأمح من ومعالي وزير المالية قالها بالأمس من 230-235 وصلت لي 520 دولار لو ما كانش عندنا احتياط استراتيجي في هذا الوقت كنا اتعرضنا لهالذات غير مسبوقة وكلفنا أنفسنا أضعاف أضعاف الموازنات المعتمدة لسبب كنا معتمدين 260 ل300 دولار وإنما لم يكن في هناك اعتماد لهذه الأرقام فالحمد لله مارس ما استوردناش أبريل ما استوردناش مايو ما استوردناش يونيو ما استوردناش لسبب وجود احتياطيات استراتيجية وابتدينا نستورد اعتبارا من آخر يونيو 22 وبالتالي قدرنا نمتص مثل هذه المتغيرة الأمن الغذائي يعتمد على ثلاث أمور أساسية الأمر الأول هو توفيد وإتاحة السلع لو السلع مش موجودة عندنا لا نستطيع أن نتكلم عن أمن في هذا المقام نمرة اتنين قرب هذه السلعة من المواطن حتى يمكن وصوله لها والحصول عليها نمرة تلاتة قدرة المواطن على شراء هذه السلعة تلات حاجات توفير وقت تحت السلعة ثم إمكانية وصول المواطن للسلعة ثم القدرة الشرائية للمواطن بالأسعار العادلة أن يحصل على السلعة حتى يمكن أن نصل إلى ذلك تم وضع استراتيجية حقيقية وتم اعتماد هذه الاستراتيجية سواء ممكن قبل أن أتولى مسؤولية وزارة التموين والتجارة الداخلية في فبراير 2017 كان حضرتك اهتمت خطة الاستراتيجية لتطوير الصوامع وهو المشروع القومي الأساسي في جزء أساسي منه للأمن الغذائي ثم اعتمدنا الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017 التي شملت هنشوف أمور كثيرة على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وكذلك شبكات التوزيع هنتكلم أننا عرضا على أهمية البنية الأساسية في مفهوم الأمن الغذائي كان عندنا بالنسبة للصوامع وهو المكان الرئيسي لتخزين الحبوب كان عندنا في 2014 واحد واثنين من عشر مليون طن الواحد واثنين من عشر مليون طن على أرضنا معناها توفر لي شهر ونص ولو كان عندي أوامر شرة جاية من البحر فكنا بنعتمد على هذا الموضوع فكنا بنبقى عندنا احتياط شهرين شهرين ونص إنما التلاتة دي ما كناش بنشوفها بمفهوم حقيقي وده 2014 والصوامع ابتدت يمكن من وقت جمال عبد الناصر في أوائل الخمسينات فكان حجم الصوامع حتى هذا التاريخ واحد واثنين من عشر مليون طن النهاردة وإحنا بنتكلم في عشرين تلاتة وعشرين عندنا تلاتة ونص مليون طن يقضونا حوالي خمس شهور بالإضافة للصوامع اللي موجودة في المطاح كان عدد الصوامع اتنين وثلاثين صوامع بس الساعات بتاعتها كانت صغيرة يعني كانت ما بين تلاتين واربعين ألف طن الساعات الجديدة اللي إحنا بنعملها ستين وتسعين ومية وعشرين ألف طن بالنسبة للصوامع وبالتالي بقى عندنا حوالي تسعة وثمانين لو أنا مش شايف بالإضافة أن هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من الدعم بتاع البنك الدولي وبعوالي واحد وعشرين صوامع منها صوامع جديدة ومن أهمها صوامع الجنوب النهاردة الجنوب جنوب مصر سواء في تشكا أو شرق العاينات زي ما شفنا أو في المناطق في الفرفرة وفي سيوة وفي المناطق دي كلها بقت مصدر رئيسي لإنتاج القمر وبالتالي عندنا مجمع صوامع في تشكا بتلتمية ألف طن وعندنا في دندرة مجمع بمية وعشرين ألف طن بالإضافة إلى إضافة ساعات تخزينية لصوامع موجودة سواء في المفلسة سواء في المراجدة سواء في كافة وبالذات في الجنوب هنضيف هذا العام سبعمية وخمسين ألف طن وهناك خطة مستقبلية معتمدة بحيث نصل لأربعة وتمانية من عشرة مليون طن تخزين دكتور علي هاتفة دير أنت حطت الربعة وخمسين ألف طن صوامع اللي في الدلتة الجديدة لا همحضرك بتعرف بالضبط من غير أنا لا 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 صحيح لا والله لا طيب حطت المئة ألف طن بتاعة العاصمة لا والله أنا بقول كده ليه لا صح صح أنا باعتزل وأقول أنا بأتكلم على البودجت الموازنة اللي عندنا اللي معتمدة اللي كذا فخامت الرئيس تكرم وهذا ليست كلمة المجاملة تكرم وفي الكيان العسكري بيتعامل صومع احتياط استراتيجي للاستراتيجي مش احتياط استراتيجي للاستهلاكنا احتياط استراتيجي للاستراتيجي مئة ألف طن والتكلفة مش من عندي مش من عندي ثم مستقبل مصر بنشكرهم جدا ولسه كنت على تواصل معهم من الصبح النهاردة عشان بيزودوا مساحات الأمح والحمد لله ان شاء الله هتزيد مساحات الأمح عندهم هم بيعملوا مجمع صوامع في المرحلة الأولى 200 ألف طن ولكن هتصل ل300 ألف طن فهناك 400 ألف طن كمان زيادة عن الرقم فلو قلت مخطط لنا احنا عندنا 3.5 ومتعقد على 750 ألف طن بمعنى يبقى 250 ألف وعندنا وعندنا بالناقش دلوقتي ومع وزارة التخطيط والأجهزة المعنية ان احنا مع الاتحاد الأوروبي في حوالي 600 ألف طن برضو خارج المجموعة اللي حضاك تفضلت به فده هيبقى حوالي 4.8 و4.850 ألف طن لو زدنا 400 هيبقى 5.2 من عشر دول يدون 8 شهور احتياط استراتيجي حتى وإن لم يكن هنعمل 8 شهور هيجعل مصر جاذبة لأن تكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة لسبب مش شرط يجي المورد يعمل صوامع جديدة هيبقى الصوامع عندنا ونستطيع أن احنا نتعامل معه بحيث يجيب الأمح بتاعه سواء لصالحنا أو لصالح الجهات الخارجية وهذا مشروع تحت الدراسة ومش عايز أتكلم فيه كتير إنما إن شاء الله يتم الموافقة عليه مع الدول التي نتكلم معها فده أول جزء في البنية الأساسية الجزء الثاني زي ما بنعمل في طبعا الصوامع هتحفظ لنا على الأمح وهتقلل الفاقد عشان بس أقول الفاقد والفاقد لما أنا كاتبه 10% تقدير كل المؤسسات زي ما شفنا في الصورة في الشونة المفتوحة وفي آخر الموسم الأشوالة كلها بتبقى تقطعت والأمح نزل على الأرض مش أقل من 15% ل20% إنما لو خدنا العشرة في المية في استهلاك نحنا كوزارة التموين بعشرة مليون طن يعني إحنا بنتكلم في مليون طن توفير سنة مليون طن السنة دي هو عبارة عن 10 مليار جنيه الطن بعشر تلاف جنيه اشترينا ب1500 جنيه الأردب مضروبة في كده تطلع 9,990 تطلع 10,000 جنيه العشر تلاف جنيه في مليون طن يبقى 10 مليار يعني اللي بنوفره في سنة قد كافة الاستثمارات حتى هذه اللحظة في 3,5 مليون ساعة تخزينية صوامة تكلفه 7 مليار جنيه حتى نعلم ما معنى المشروعات القومية والأمور الاستراتيجية التي تبنى اليوم حتى توفر لنا كثير من الهادر اللي كان بضيع وما كناش منتحسب عليه وكان ده لو بصنا في المقل في المواصلات في القهرباء زي ما اسمعنا رفع كفاءة الشبكة في المية زي ما هنشوف رفع كفاءة المسائي والفاقد لو فقرنا بس قيمة الفاقد الذي كان يحدث في المنظومات التي لدينا سنحيي تحية إجلال وتقدير لكل هذه المشروعات التي تبني الحاضر حتى يستمر المستقبل في وقت أفضل بالنسبة نفس الموضوع بالنسبة للسلع التاموني مصر لا توجد فيها مستودعات ومخازن ويجب أن نعترف بذلك استراتيجية تستطيع أن تحافظ على السلع بالجودة المطلوبة كما هي إحنا عندنا مخازن زي زمان أربع حطان وقد تكون الحطان مرشحة وقد تكون غير جيدة وقد تكون كذا وده بنسميه مخزن لم تعد المخازن للسلع الغذائية كذلك المخازن المهاردة زي ما شفنا وأنا بفتتح بعض المناطق اللوجستية معنى المخزن بتجد أنه هو مصنع حقيقي بأرفف بكمبيوتر بالنظام معلومات متكامل بأكواد للسلعة الرف معروف بالكود السلعة معروفة بالكمية وبالكود كل شيء ميكن ومحترم ومنضبط وبالتالي تم عمل في خطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والبنية العسلية لها أن مصر محتاجة لسبع مستودعات أو مخازن استراتيجية على أرضها احنا احنا ابتدينا بأربعة في السويس والسويس ده هيخدم خط القناة ثم في الشرقية عشان يخدم الشرقية والجزء الشرقي من الدلتة ثم في لقصر عشان يخدم أهلنا في جنوب الصعيد ثم في الفيوم عشان يخدم شمال الصعيد وجزء من الجيزة ولكن لدينا كذلك تلت مواقع أخرى سيتم ترحاها في العام القاد هذه المخازن الاستراتيجية احنا بنشتغل بتلاتة مليار جنيه شهر في سلعة تامونية الدعم في السلعة التامونية ستة وتلاتين مليار في السنة على اتناشر بتلاتة مليار في الشهر لما حسبنا تكلفة هذه المخازن وهتأثر عليه طلعت تلاتة من عشرة من مية من قيمة السلعة لو احنا وفرنا بس واحد في المية هنبقى لكنها ببلاش لو وفرنا عشرة في المية وهي اقل ما يذكر هنجد ان احنا هنعوض تكلفتها واجراءاتها في اقل من سبع سنوات تبقى كلها تم وبالتالي تم اعتماد ذلك وبمشاركة القطاع الخاص المخزن الواحد بيتكلف هو كل مخزن مش مخزن يعني مخزن مخزن على عشرة فدان لما بتكلم على مجمع مخزن عشرة فدان في موجود فيه المبار اماكن تبريد في اماكن تجميد في اماكن جافة في اماكن لدرجات حرارة معينة وانضباط معين وكل ده مميكن بحيث ان احنا وحزبين الحجوم والمساحات المطلوبة من كل صنف من دول بناء على التفنيط السلعية اللي عندنا سواء تشتغل فراخ قد ايه لحمة قد ايه خضار قد ايه سمك قد ايه او كذلك بقية السلع الجاف هذه المستودعات طبعا كل واحد على عشرة فدان وبالتالي احنا بنتكلم في مليون وثلاثة من عشرة متر مربع للمباني وتوزيحهم زي ما قلت التوزيح الجغرافي حتى يمكن الحفاظ على السلع التنمونية وتقصير انا عارف ان احنا متأخرين بس اطول بس سطويلة واحدة امازون ما بقاش امازون اللي احنا بنشتري منه من العالم ده الا بالمخازن واللوجستيات من سنتين اتنين ما كانش عنده منتجاته فلابد ان احنا نأخذ بالاسباب وما ينفعش ان انا اطلع اخزن في المصنع وبعدين اطلع من المصنع اخزن في حتة وبعدين بعد كده انقل من الحتة دي اودي على المركز او الحي وبعدين المركز او الحي يجي البقال ياخد تكلفة النقل النهارده مع زيادة الطاقة وزيادة القدع الغيار وزيادة كذا كل تلت تشهر مقاولين النقل بيجوا عشان نغلي فيه النقل لسبب بقى يمثل من 15 ل20 في المية من قيمة السلح انا بكلم كلام يعني علمي مصبت مش بكلم حاجات عشان نقولها كده فالنهارده بقى العايز يكسب يقلل مراحل التداول ويقلل فالمخزن هنا الاوامر بتجيله بيعمل لها تحضير بتتنقل مرة واحدة للبقال او لجمعيتي او لمنفذ المجمعات بنا ما ينفعش نقعد التداول اللي كان موجود بضيع السلح وانتم تعلموا جيدا نشتكي بعد ذلك من جودة السلح او الكيس مقطوع او الكيس نقص وزنه او الحاجات اللي احنا كلنا عايشينها مع بعض بالنسبة للبنية الاساسية جزء الاخر وهو المناطق اللوجستية انا مش بدخل في نطاق وزير النقل في المناطق اللوجستية سواء الحدودية او في المواني وهناك تنسيق كامل ما بيننا ومن بعض ولكن المناطق اللوجستية للتجارة الداخلية الاقليمية من اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية ومن ثم ومن ثم لما حضرتك اعتمتلنا الخطة الاستراتيجية النهاردة عندنا 14 منطقة اللوجستية بنتكلم عن منطقة 100 فدان وبنتكلم عن 50 فدان وبنتكلم عن 80 فدان وبنتكلم اقل منطقة 23 فدان يعني احنا مش بنتكلم عن مجمع استهلاكي او مول كبير او كذلك نحن بنتكلم عن منطقة بيبقى فيها تعدد اغراض سواء للتجارة او للمخازم او لإعادة التغليف وعمل الطلب وبالتالي بتبقى متعدد الاغراض موجودة فيه 14 مشروع فيه 10 محافظات ولدينا اراضي في كافة المحافظات وان شاء الله نغطي كافة المحافظات هذه المناطق اللوجستية مهمة جدا جدا لسبب احد مصادر العمالة الكثيفة لسبب كتير او في الوظائف وبالتالي نجد ان احنا في ال14 منطقة بنتكلم فيه فوق 60 الف وظيفة مباشرة وفوق 160 الف وظيفة غير مباشرة من 1 ل3 تقريبا بتبقى وظائف غير مباشرة وبالتالي وظائف بقى جيدة جدا مستدامة كده ولذلك اللي يروح للمنطقة اللوجستية في طنطة يقدر يشوف ايه هذا العمل موجود وجيد جدا واضاف الى محافظات محافظة الغربية الكثير وخدم كذلك محافظات اخرى بالاضافة البنية الاسسية كان لابد من زيادة القدرات الانتاجية احنا اتكلمنا في الصوامع كبينية اساسية واتكلمنا في المخازن الاستراتيجية واتكلمنا في المناطق اللوجستية كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية اللي عندنا في الصناعات الغذائية وانا بدي مثال على المطاحن وسيادتك وجهت بتطوير المطاحن وانا نجعل مصر كذلك مع اننا بنستورد امح انما نستطيع ان نضيف عليه قيم ومضافة سواء او صناعات مباشرة على المنتجات النهاردة مصر بتشتغل بكل طاقتها في صناعة الطحن وما كان في القطاع الخاص بيشتغل بخمسين في المئة النهاردة بيشتغل بالمئة المئة السوب طبعا احتياجات السودان وليبيا واحنا مغطينها بدرجة عالية جدا تم وضع خطة متكاملة لتطوير كافة المطاحن الحطتنا بس المطاحن القطاع الحام ومطاحن القطاع الخاص وكان ما قبل 2014 كان تم تطوير مطحنين النهاردة تم تطوير تسع مطاحن ورفعنا القدرات الانتاجية بتاعتها من 8500 طن يوم الى 19700 طن يوم وطبعا دي بتكلفة ربعمية 500 مليون جنيه طبعا ده من داخل الشركة القبضة للصناعات الغذائية وكان قبل كده الموازنة المحطوطة للأس الشاشة اللي هنا اتطفت فالزار بتجيجي على الساعة 9 وتأفر طبعا تم عرض تطوير قهوة فينا وتم عمل شركة جديدة بالشراكة مع الخدمة الوطنية وخدنا 126 فدان من احسن المناطق بجنب سايلو فودز بنفس المنطقة في السادات وجاري العمل تم الانتهاء من حوالي 40% من الاعمال الانشائية وتم وضع خرص الشروط ومواصفات لخطوط الانتاج وان شاء الله هيتم يعني توقعي كان مفروض في 36 ده ننتهي ولكن بنعتذر سيادتك ان يمكن 36 24 اللي نقدر ننتهي من مصانع اهوة فينا بهيس يزيد القدرة الانتاجية وزيادة التصدير زي ما قلت 126 و126 فدان هتتكلف بتكلفة نبدأي 20 مليار جنيه وبالتالي تم جزء كبير يعني تم دفع يعني المباني تعريبا اكتر في مباني انتهت وفي مباني على 40% يا دكتور انت دفعت 600 مليون جنيه دفعت 600 مليون جنيه يا دكتور مصطفى دفعت دفعت 600 مليون جنيه دفعت 200 كل اللي دفعت في الموضوع ده متعها واتفير الغد الوقت 600 مليون جنيه اكمل لك بس طب بقتي الفلوس عشان التأخير بالمناسبة انا قلت لهم تعقدوا يعني متنتظروش للدكتور علي انا قلت لهم كده بجنة لا والله انا عارف تعقدوا عشان نقدر نخلص في معادنا انا بس عايز اقول لكم هي الفكرة بتاعت ان احنا بنحية قهوة تفيدة ليه معلش انا يعني عشان ساعة 9 وديده قلت ان الوقت ازف شوف احنا المصانع دي كانت قبل كده بتطلع انتاج كانت بيجي في الازمات بتاعت مثلا بين الاروات وبين الكلام ده فالناس تبقى متدورة على منتج تقدر تجيبه بسعر مناسب مش كده او حتى المرأة العاملة او كده تقدر تجيب المنتج ده وتستخدمه وتوفر وقت وبعدين برضو تاني نتيجة الادارة بتاعت الامور دي لسنوات طويلة تراجعت وانتهت وانتو كنتو خلاص حتى خلاص خلاص فقلنا لا احنا نجيبهم تاني ونعمل مصانع جديدة جدا وحتى لما قلنا قلنا الانتاج اللي انتو كنتو طرحينه ربط ضعفوه ضعفنا احنا وقتها كانت بتناسب مع عدد سكان غير اللي احنا فيه خلاص وغير اللي احنا رحله وبالمناسبة انت قلت عشان التصدير وانا معاك بس بعد ما ايه بعد ما نلبي المطلب بتاع السوق المحلي بتاعنا يعني بعد ما نخلص الناس بتاعنا اي حاجة بنعملها الاول بنقول نلبي المطلب داخل الدولة ثم لو فيه فرصة ان الكلام ده يطلع اتصدر نصدر انا بس عايز اقول لي كل وقت نضيعه وفي مشروع ازا كده او غيره احنا بنضيع فرصة لان الاسعار بتتغير والظروف بتتغير فضل شكرا شكرا قمة قمة البنية الاساسية وهي انشاء البرصة السلعية البرصة السلعية مصر كانت مشهورة قوي بالبرصات قبل كده ولكن في الستينات وما حدث في التأميم وكل ده لغيت البرصات سواء برصة القطنة او برصة البصل او كده والحمد لله منذ عامين فقط تم اخذ قرار من مجلس الوزراء لانشاء شركة فيها مشاركة ما بين البنوك وما بين الاتحاد العام للغرف التجارية وما بين جهاز سمية التجارة وكذلك هيئة السلعة التامنية بهيس بقت البنوك المصرية الاهلي وكثير من البنوك وبنك مصر موجودين فابتدى يبقى فيه كيان اسمه البرصة السلعية برصة السلعية عبارة عن بنية اساسية تكنولوجية قوية بهيس تبقى موجودة بحيس يكون عليها البائعين والشاريين وكذلك الناس بتوع التقييم وكل الأمور اللازمة في البورصة فتم العمل بها وكان لها أثر مهم جدا في وقت الأزمات وكلنا سمعنا عن وقت ارتفاع أسعار الدرة وارتفاع أسعار الأمح وارتفاع أسعار كذا وبالتالي استأذنت حضرتك وفقتني أننا طالما لا نقص على الاحتياط الاستراتيجي نقدر ندخل بيعين لأول مرة أمح في البورصة حتى يمكن استقرار ثمن الأمح وده كان حصل في أول العام الماضي في العام الدراسي الماضي عشان كان سعر الأمح وصل ل15 ألف جنيه وكذا المهم قدرنا لنزله والنهاردة بقى 10-600 وبنزل في البورصة موجود في السوق أمح وكذلك تم حدث في الدراء والحمد لله استقرت أسعاره وتم الدخول في كسب فول الصوية وكذلك الدراء السفراء والرداء والرداء اللي يناتج من التحن إن شاء الله هنحطها كلها على البورصة وما يبقاش فيه أسعار إشي ده أقل من ده ولا حد بيشتغل في السوق السوداء وبالتالي هتدي نوع من الاتزان هناك احتمالية جبيرة جدا أو تم أخذ قرار إن كل مشتريات الشركة القبضة للصناعات الغذائية وكذلك هيئة السلع تتم عن طريق البورصة المصرية وبالتالي يبقى فيها نوع من الشفافية عمل جيد جدا حوالي 8000 عملية تمت حتى إحنا بنعمل نشتغل حد واثنين وثلاثة واربع وخميس حد وأربع أمح والاثنين دورا ويوم الخميس سكر ودخلنا السكر كمان على البورصة 235 شركة النهاردة مشتركة في البورصة وأعتقد هتنشط أكتر وأكتر وهتبقى أحد الآليات المعتبرة اللازمة للإفصاح والوضوح وتحديد الأسعار بناء على العرض والطلب ده بالنسبة للبنية الأساسية عشان يمكن المواطن أنه يصل ليشتري السلعة كان لابد من إعادة صياغة شبكة التوزيع شبكة التوزيع عندنا كانت محدودة بالشركة الشركات الجملة والمنافس بتاعتها وكانت تعاني من عدم الميكانة وكذا تم ميكانة كافة شركات الجملة المصرية والعامة والنيل والسكندرية بـ 1400 موقع أو 1401 موقع منهم 881 مجمع استهلاكي يعني منفذ للمواطن و515 مخزن جملة بقى المخازن مميكانة وخمس إدارات مركزية اللي هي مسؤولة عن توزيع هذه الأمور وتم تم ربطهم جميعاً بنظام معلومات يعتبر من أكبر نظم معلومات التجزئة في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى ذلك تم عشان يبقى فيه توزيع منتظم عملنا خريطة وحطينا المواقع بدعيتنا على جي آي أس وابتدين نشوف إيه الأماكن اللي مش موجود فيها منافذ وعملنا مشروع جمعيتي وحضرتك تبيعته معي وكان هدفنا نصل لسبعة تلاف منفذ إحنا النهاردة فتحنا تمن تلاف خمسة وستين وإحنا في المرحلة الخمسة وهي النهائية وإن شاء الله قد نصل لتسعة تلاف منفذ ده بمشاركة كنوع من الفرانشايزينج أو نوع من حق العمل مع الشركة القبضة إحنا بندههم السلع ويديهم ما مش ربح وبالتالي بيكسبه كل منفذ من دول على الأقل بيشتغل فيه ثلاثة وبالتالي ده عمل أكثر من 25.808 فرصة عمل بمشاركة القطاع الخاص أو صاحب المنفذ وبالتالي بقى عندنا شبكة توزيع منتظمة المسافة ما بين أي منفذ والتاني لا تزيد عن 500 متر أو في هذه الحدود وبالتالي طريقة وصول المواطن للسلعة سهلة كده النقطة اللي كانت مهمة جدا لابد من رفع مستوى أداء الخدمات وحضرتك واجهت في المرحلة التانية لفترة حضرتك إن أهمية رفع مستوى أداء الخدمات والتوجه للتحول الرقم الوزارة التموين تعتبر من أكبر الوزارات المشتركة في عملية التحول الرقمي سواء بالنسبة لخدمات التموين أو بالنسبة لقاعدة البيانات المستفيدين أو كذلك بالنسبة لكافة الخدمات الأخرى التي نقدمها ومن ثم تم تطوير ما نسميه مراكز الخدمة قبل مراكز خدمة المواطنين تم تطوير 378 مركز خدمة قبل 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين وكان كله عملية ورقية ولا يوجد أي شيء هذا الموضوع تم خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تطويرهم تكلفونا 593 سبعة من عشر مليون جنيه وتم الاستعانة هنا بقى حاجة مهمة جداً بالنسبة للخدمة العامة وكلهم بنات وولاد من البنات معظمهم في الخدمة العامة بندي الطلب بتاعنا لوزارة التضامن بترشح لنا بنمدخدهم وهم اللي بيشتغلوا دلوقتي في مراكز الخدمة وقدوا أداء مش متميز فوق التميز في تقديم الخدمات السجل التجاري ده موضوع حكاية لوحده خالص إنما الحمد لله النهاردة بنتكلم عن قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري على مستوى الجمهورية بينما كان من قبل ذلك الكل محافظة لوحدها واللي مطلع السجل التجاري من الجيزة وهو في اسكندرية وعايز ياخد تأشيرة كان لازم ييجي الجيزة النهاردة هذا الموضوع لم يعد وبقيت قاعدة بيانات موحدة نستطيع أن نؤدي الخدمة من أي مكتب من سجل التجاري أو حتى من عن طريق الإنترنت كان عدد المكاتب الموجودة في السجل التجاري 85 خوصلناهم لمية وعشرة بالإضافة إلى الربط مع آي سكور في البنوك وكثير من البنوك وأصبحنا نؤدي الخدمة بتاعة السجل التجاري من داخل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الأهلي وكل البنوك بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمات من مصر الرقمية بحيث النهاردة بيتم كل هذه الخدمات تكلف 3.8 مليون جنيه طبعاً ربط خدمات السجل التجاري وبناء قاعدة موحدة رفع كفاءة مستوى أداء الخدمات وده كان أهم حاجة تيسير عملية دمج القطاع الغير منظم للقطاع المنظم لتسهيل الإجراءات ربط زي ما قلت المكاتب السجل التجاري مع البنوك وإطلاق خدمة السجل التجاري عبر الموقع الإلكتروني لا نرجع في دي بالإضافة للسجل التجاري عشان كنا نقلل طبعاً هناك مراكز حماية المستهلك تم عمل 32 مركز جديد لحماية المستهلك في كل المحافظات وكذلك تطوير الدمغة من الدمغة الميكانيكية إلى الدمغة بالليس يبقى احنا كلمنا عن توفير وإتاحة السلعة كلمنا عن كيفية تنظيم شبكة التوزيع حتى يمكن المواطن بسهولة أن يحصل على السلعة ثم كذلك رفع الخدمات التي نؤديها للمواطن كان من المهم جداً زيادة قدرة المواطن على الحصول على السلعة وهنا اشتغلنا على حاجتين بموافقة من دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لم يتم رفع سعر أي سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضي بمعنى السكر النهاردة بنزله على البطاقة التموينية ب12 جنيه و60 قرش الرز بنزله ب12 جنيه و60 قرش الزيت 8 من 10 بنزله ب30 قرش الماكرونة بنزله ب14 جنيه ثم كذلك كافة السلعة الأخرى بمعنى صح أن احنا لم نحاول أن نزيد الأسعار التموينية على المواطن كذلك تم زيادة الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة للمواطن إذن الدولة هنا بتعمل ما تستطيع أن تعمله حتى تقلل من حجم الضغوط على المواطنين سواء من التدخم الخارجي أو من التغيرات الداخلية في سعر العملة وبالتالي زاد في 2014 دعم الخبز كان 18.5 مليار جنيه النهاردة 91.6 مليار جنيه الفرق ده كله تحملته الموازنة العامة للدولة حتى نحافظ على سعر الرغيف بخمس قرور الدعم السلعي كان 13.4 من 10 النهاردة 36.1 من 10 وبالتالي الدعم تضاعف أكتر من أربع مرات خلال التسع عوام السابق كل ذلك حدث ولكن أريد أن أقول شيء بسيط جدا مع كل الأزمات التي مرت بها مصر ومع كل الأزمات العالمية التي حدثت الحمد لله لم يكن هناك نقص في أي سلعة موجودة في مدى هذه المدة وكذلك أريد أن أعلن النهاردة وإحنا يوقفين عندنا احتياط استراتيجي خمس شهور من الأمح عندنا ست شهور على الأقل من السكر ومع أن الموسم هيبتدي في فبراير عندنا من الزيت لأول مرة يحدث أنه عندنا ستة وستة من عشرة شهر كفاية زيت من الزيت العباد الشمس والصوية عندنا ثلاث شهور للتموين من الرزة مع أن الموسم بدأ وإحنا بنتكلم دلوقتي وهيدخل في الموسم الجديد في آخر هذا الشهر في كل المحافظات عندنا بالنسبة للدواجن وسمعنا النهاردة اكتفاء ذاتي من الدواجن ولكن إحنا كذلك عندنا عقود واحتياطي يمثل 12 شهر من الدواجن المجمدة نتيجة دي على عقود عندنا بالتعاون برضو ولازم نتمنى السلام للسودان الشقيقة اتعاوننا معاهم وابتدأ الإمداد منهم يبتدي يتحرك بطريقة أكثر جودة من الفترة اللي فاتت ولكن اتفقنا مع جبوتي وإحنا بنجيب من جبوتي وبالتالي عندنا رؤوس حية تقضينا ثلاث شهور والإمداد مستمر فأنا بقول الحمد لله وبشكر حضرتك جدا لإيطاعة هذه الفرصة لعرض حكاية وطن عظيم بأهل وناس يا دكتور علي أي يا فندي الناس بتقول ان الدكتور علي مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق أرجو انك ترد عليهم لازمك حاضر حاضر لابدنا أن نقف مع المواطن وله كل الحق أن يقول لسبب هو عنده معاناة معينة وبيروح يلاقي ده بـ 18 جنيه وبعدين يلاقي عند الراجل الثاني بـ 22 جنيه وما قدرانا جميعا تأثير السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان بيقول لك دلوقتي بكذا دلوقتي بكذا صحيح هناك اختلافات إنما يمكن كنا بنتكلم مع أنا ووزير الزراعة ومع دولة رئيس الوزر لما البصل زاد كانت فرق عروات ومع ذلك خدنا قرار بمنع تصدير البصل وأنا بقول ولكن بعض الزملاء ما وفقونيش النهاردة البصل ابتدى ينسل أسبوع واحد حضرتك وأنا مسؤول قدام حضرتك وقدام المجتمع الرز هيبتدي ينسل إحنا باتفاق مع دولة رئيس الوزراء هنعمل نموذج نتيجة الحمد لله عند احتياطي جيد من السكر هنزل بس بقواعد معينة السكر بيعبه ولكن هتعهده بسعر معين وللتجار وتعهد بسعر معين وعند اجتماع معاهم يوم الثلاثة للساعة اثنين ونص في الوزارة هنا حيوفقوا على هذا ويمضوا هنتحرك معاهم ونديهم السعر بطريقة معينة ونحكم السعر نائي دون أن ندخل في تسعير جبري لسبب بجيلي من مجلس النواب وزماننا من مجلس النواب موجودين لغاية النهاردة وجيلي من رئيس المجلس نريد تسعيرا جبري الدستور نص على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر منضبط وإدينا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاختكارية إدينا حق الدوازير التمويل حق أنه هو لسلعة معينة ولمدة معينة أن يعرض بأسبابها على دولة رئيس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة استخدمنا ده في السكر في 2017 إنما أنا عن نفسي ما حبش إنها تكون ممارسة عادية يعني نيجي يلا نحدد السعر أنزعه لسبب يوم ما بيكون عندنا احتياطي زي ما كان عندي احتياطي جامد في الأمح فانزلت باية بطريقة معينة قدرت أحكم السوق برضو النهاردة عندي في السكر هقدر أنزل أهدي الأسعار لسبب السكر عالمياً وصل لأرقام زي مع البترول ما بيطلع كده حضرتك السكر بيمشي معها بالزبط لسبب للأسف البرازيل وهي أكبر منتجة للسكر مع أمريكا بتدعم تحويل السكر لإيثانول عشان يبقى وقود نقي ونظيف وكذا بتدعم اللي بيعمل كده فأول ما الدولار البرميل يكسر المية دولار أو التسعين دولار السكر مهما جاب ثمن تحويله يجيب فلوس أكثر فأكبر مصدر للسكر البرازيل وأكبر واحد بيشتغل في تحويل السكر لطاقة نظيفة البرازيل مين بيشجحها؟ الأمريكا فإحنا ما بين أمور النهاردة السكر وصلت 750 دولار فب سكر أبيض فيعني الأمور بقت ضاغطة من الخارج بنفعل ما نستطيع نعم موضوع أننا أدخل وأقفل التجر ده وأقفل التجر ده وأقفل التجر ده دي أسهل حال ولكن لم تثمر ولم تؤتي بالنتايج جيدة هنقعد معاهم ونتفق ونضع حدود قصوى لو تمشينا كده كويس ما بتمشيناش كده هنلجأ لي القانون ومجلس الوزراء ونحدد أصعب منما الحق قال سواء البصل أو الطماطم فروق عرواء طب ليه لما الناس الطماطم كانت بالثلاثة جنيه والثلاثة جنيه والثلاثة جنيه والخمسة كيلو كانوا بالثلاثة جنيه عشان كانت زيادة النهاردة فرق عرواء فبنيجي نحاسب بعض على أمر بيحصل أسبوعين أو ثلاثة أنا لست أنا أولام وهبقى سعيد جدا عندما يوجه لي اللوم من المواطنين على عملية ضبط الأصعب وسوف نفع ونحاول أقصى ما في وسعينها حتى يمكن أن نهدي من هذه الظاهرة اللي هي فيها جزء نستطيع أن نتحكم فيه وجزء غير قادرين للتحكم فيه بس إنما بنوعدهم إن شاء الله بكرة هيبقى أحسن من النهاردة بكتير جدا إن شاء الله شكرا 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 شكرا